هذا ونشرت صحيفة التايمز البريطانية تقريرا يثبت اعتراف نائبين بريطانيين وهما ليلى موران وكريسبين بلان باستخدام مكاتبهما في مجلس العموم للمشاركة في أعمال غير حكومية مدفوعة الأجر وجاء في تفاصيل الخبر أن النائبين تلقيا أموالا قطرية لاستخدام مكاتبهم لمهاجمة وإدانة السعودية ضمن ندوة إلكترونية تناقش حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وانتقد خبراء استخدام ما أسموه الدفع مقابل اللعب تجاه مسألة خطيرة مثل حقوق الإنسان وقالوا في سياق التقرير أن هذا يعطي سمعة سيئة لنواب عبر استخدامهم من قبل دولة لمهاجمة دولة أخرى في إشارة للدوحة التي دفعت للنواب لمهاجمة الرياضة وذكرت التايمز في تقريرها أن الحادثة تثير أسئلة جدية حول تمكن أطراف خارجية من شراء جماعات للضغط وإشراك نواب يتحدثون نيابة عن الحكومة البريطانية